السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى ويمكنات مستبونتك في حلقة جديدة من حلقات اليوتيوب. نارضه هنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا بتواجه الكسير من اليوتيوبرز الايام دي. هي مشكلة عدم ظهور الاعنات على الفيديوهات الخاصة بيهم. هنتكلم نارضه على المشكلة نفسها وهنتكلم عنها طريقة لحل مشكلة او اقتراح كويس جدا لحل المشكلة وهنتكلم ان شاء الله عن المشكلة دي بالتفصيل. ستنيني بعد الفاصل لمتابعة الحلقة. اترككم مرة تانية. في البداية كده اه عايزين بسا نقط فيديو نشرح عليه الموضوع ببساطة. اول حاجة كده احنا نتكلم على مسلا فيديو زي مسلا شركة الايلاندي مسلا نعملها ايزة هنا. ونشوف الشركة نفسها. هنخش هنا كده. وننزل على طول على الحقيقة الدخل بالمعنى ده. المنتزيشن. ونضغط عليها ونشوف كده هنا انواع الاعلانات. في البداية عندك اكتر من نوع اعلان. احنا الوقتي بنتكلم عنها مشكلة نفسها. عندك اربع انواع اعلانات. في اعلان اللي لازم يكون في الفيديو مهما كان على الكمبيوتر او تابلت او اا موبايل او اي حاجة لازم الاعلان ده يكون موجود. عندك الان حاجة دي الاعلانات بتبقى الكاردز. اللي بتبقى هنا بالشكل ده كده. اللي بتبقى ه المكان ده. ايه التالت حاجة عندك. زي ما بتزهرج عن كل الناس ولكنها بتزهر في احيانا كده في القيام لاوقات بتزهر. تمام? وعندك تالت حاجة هي. الفيديوهات. وعندك طبعا ولالادي وا Pvd ولكن انا مش مفعلها ومش هفعلها. تمام. في البداية كده احنا نتكلم عن مشكلة المشكلة ان في بعض انواع الاعلانات الايام بتظهرشальные ها ايه ايه هذا اول 3 اعلانات تخيل اول 3 اعلانات دولة ما عليو يظهرو يعني كان اليوتيوب محتش ب زهر به غيرا الشفاء النظر والبخار village حتي nogatski либоности ما عليو يظهر دولا ايها banc Lign六 الع مشكلة كلها في ان اليوتيوب الب anges منه عن طريق الكلك. فانك تضغط على سcreatبول ادس ده صعب جدا انك تضغط على ده صعب جدا احنا نشرح الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي هخليك تفهم الموضوع ده بالتفصيل واحده واحده وازات حيل booksكلا ان شاء الله اول حاجة الوقتي زي ما اقوت لك عن طريق النقارات فقط فانك لازم تضغط على اعلان كان الاعلان دهما الي هو كان ممكن بنسهل اeon يعمل كلك عليه كان ممكن بنسهل اي حد يعمل كلك عليه الاعلان ده برضو كان ممكن من استهلنا اي حد يعمل علي. اما اعلان ده مستحيل من يعني مش مستحيل طبعا ولكن قليل جدا جدا لممكن يضغط على عشان كده هتلاقي ان عندك بدأت تقل بشكل كبير جدا جدا جدا. طبعا عشان الناس بس يفي مشكلة عندك او اي حاجة. لأ. المشكلة كلها هي في اليوتيوب نفسه. اليوتيوب آآ للأسف فسخ عقده مع معظم شركات الاعلان اللي كان متفق معاها او معظم السبونسورز اللي كان متفق معهم. زي اي سبونسور مسلا. سبونسور ايه ده مسلا سبونسور ايه? راح يعمل آآ مع اليوتيوب آآ عقده ايه? قال له هعمل لك مئة الف اعلان كل اعلان فيه كل الف اعلان او كل الف نقرة برقم كزا. وادي الاعلان نزعج يسيد اهو هو المربع ده قال لك انا هزهره في كزا وكزا وكزا وكزا. الكزا وكزا. تمام? ده اعلان ظهر اهو. ده فسخ عقده يعني الاعلان ده ما عادش بيزهر. عشان كده اليوتيوب بدأ يخسر خسار كبيرة جدا. والشركات نفسها المعلنين بدأوا يخسروا كتير. وطبعا اليوتيوبرز الغالبانين بدأوا يخسروا كتير. طريقة حل مشكلة الاعلانات دي هي بسيطة جدا. ولكن هي مش دايما بتنجح. لان احنا كله هنعمله هنلغي الاعلانات اللي اطلقت اساسا من اليوتيوب واليوتيوب معادش بيتعامها او اليوتيوب معادش بيشغلها. فهنلغب كل الاعلانات ونسيب اعلان لو عندك. لو انت مفعله شغله. طمام عشان بدل ما انت مش تكسب حاجة خلص فانت على قل يزهر اعلان كده هادي شوية يعني عشر آآ عشر ثواني قصدي او خمس ثواني يعدي بسرعة بدل ما يزهر تلات دقايق او ربع دقايق يزهق الناس فانت قول يا رب يعني وضع كده وان بتاعك يزهر اعلان صغير. آآ زي ما قلت لك هو ده الحل الوحيد انك هتفعل اللي هي دي انه الوحيد او هي انه الوحيد اللي شغال في اليوتيوب حاليا او في اعلانات اليوتيوب حاليا. فانت ممكن تفعلهم هو بس وهيشتغل معك ان شاء الله. ولكن في مشكلة بسيطة جدا في او المشكلة انها اعلانات آآ مش دايما بتزهر. اعلانات مش دايما بتزهر. اللي دايما بيزهره اعلان والدسبيل ادز. دول اعلان دايما بتزهر قدامك دايما موجودة. كارت بسيط كده بقى قدامك تبقى حاجة سهلة. اما والنانسكيوب الادز مش دايما بيزهره. مشكلتهم التانية زي ما قلت لك انها النقرات. النقرات صعب جدا ان حد يضغط على الرابط اللي موجود في النانسكيوب الادز او النانسكيوب الادز. صعب جدا ان حد يضغط على الرابط نفسه. وصعب وردو ان في ان حد يكمل الاعلان الاخر. تمام? اتمنى بس تكونوا تليد لكم النقطة دي والمشكلة الكبيرة اللي احنا كيوتيوبرز وعيين فيها حاليا اللي هي مشكلة الاعلانات. عشان كده سامحوني على اختصارات الروابط سامحوني على كل الكلام ده. من فعلان يوتيوب واقع في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ولكن حاليا قوعتها لا من حوار مشاهدات. مشاهدات كلها تمام. انا عندي اعنات وحشة جدا. عندي الارباح بقت يعني قلت لحد اربعين اه لحد اصد ربعمية في المية او ممكن تلتمية في المية قلت بشكل كبير جدا بدل ما كان بيجيلي اربعين نقرة تلاتين نقرة يوميا بقى بيجيلي خمس نقرات اربع نقرات ستة نقرات. وبدل ما كنت بكسب دولار اه او دولار ونص يوميا بقيت بكسب خمسة سنت اربعة سنت ستة سنت عشرة سنت بالكتير. تمام ففيش اي مشاكل يا جماعة عادي كلنا بنقول الحمد لله عادي جدا فيش اي مشاكل في يوتيوب يعني كل حاجة تمام هي بس بعض الاعلانات اللي كانت سهل اللي كان بتكسبنا فلوس واللي كان سهل اللي واحد يضغط عليها والنقرة اللي كانت النقرات بتيك عليها كتير اتشغلت. هي دي المشكلة الوحيدة في يوتيوب وحلها الوحيدة انك هتشغل فقط. وزي قلت لك مشكلتها هي حاجتين انا بس احب بعيد الكلام عشان بس ايه وصل لكم بسرعة عشان معلومة يعني توصل. فالسكابل ادز مشكلتها حاجتين مشكلتها الاولى ان هي ما بتظهرش كتير يعني ما يعني التمن خالص لو لقيت الفيديو شغال عادي خالص وما تلاقيتش غلق اعلان اصفر ولا فيه نقطة صفرة في الفيديو. الطمن عادي يعني ممكن يزهر وممكن ما يزهرش. تمام? عدت الفيديو مرة واتنين لقيتها مرة زهرت مرة من عشرة ومرياتين من عشرة تلات مريات من عشرة عادي. تمام? فان شاء الله يا ربنا اعدي الاسبوعين تلاتة اللي فيهم المشكلة دي على خير. ويا رب انا السراحة لحد راتسة معرفش. المشكلة دي ممكن تتحل امتى? ولكن ان شاء الله اتحل قريب. بازلا لاتحل قريب. كان معكم مصطوف من قناة. يا ريت لو كنت اعفتك بالمعلومة ديا. تعمل لايك في الفيديو ده وتعمل سبسكرايب لقناة عشان نوصل لالف مشترك ان شاء الله قريب. كان معكم مصطوف من قناة مرة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.